مع وجوب الجهود المستطاعة وضرورة طرق كل أبواب العمل المشروعة المتاحة وبذل ما نقدر عليه من نصرة حقوقنا والذود عن مقدساتنا يظل العامل الروحي سلاحا ماضيا في معركتنا ومددا غزيرا يشحذ الهمم ويشد العزائم ويبعث على الثبات والصبر والصمود لذلك علينا جميعا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى وندعوه سبحانه بقلوب خاشعة وجلة ونفوس منكسرة خاضعة أن يحفظ المسجد الأقصى من نية إزالته لإقامة هيكل سليمان مكانه على زعمهم الباطل وأن يجعل تدبير اليهود في تدميرهم وسعيهم فيه فاشلا في مؤامراتهم ونسأله سبحانه الحماية من شرهم ومن شر المتحالفين معهم والمزودين لهم بالقوة المدمرة الحديثة المتطورة وحتى يقوى رجاؤنا في استجابة دعائنا من الله تعالى علينا أن نبدأ بالعودة الصادقة إليه ونحسن الظن به ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته ونتحر الحلال ونتجنب الحرام ونصلح ما فسد من أمورنا ونقوم مع وج من سلوكنا